السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الجديد مع البخوف جلال الدرس الجديد الآن في الدرس الجديد لا تذكر في الدرس الجديد في الجيد اربطنا أنه Thomاني من الجديد يوجد الحديث الكبير نما صادر بصف شكل أحد دقيقة يوجد حذر جزي هاتك مجزي هاتك نشيزه تقمز ب sergeچ جزي هاتك يوجد قون من جوج أو يبد من جولة دراج يجب علينا أن نعرف هذا الاطم حتى يمكننا أن تكون وكيف يمكننا أن نفعلها موديل يعني شكل لكي نفهمها ونقرأ عليها لذلك من حالة هذه العلماء والباحثين تقلبوا على المكونات والمكونات والداخل في الاطم لذلك الاطم ينقل بسطورة جيدة موديل ويجب عليها الإلكترون في الاطم يعني الاطم ينقل بسطورة جيدة ويجب عليها دعونات ويجب عليها الإلكترون ثم تحاولون هذا العلماء إلى موديلزائي الاطم لا نعطيها شكل كما قلنا فقط لنفهمها ونقرأ عليها لأن الأطم لا تتبع في العين صغيرة جدا لذلك لا تتبع صغيرة نحاول نقرأ لها شكل لنفهمها ونقرأ عليها لذلك يوجد الكثير من الأطم ولكن ما يشعر الكثير من الأطم هو موديل راثرفورد أو موديل بلانيتار لذلك لماذا نرى هذا الموديل للأطم؟ نحن كثيرا قد يوجد من الأطم نهاية الموديل في الوسط وقف لنهاية الموديل موديلات الأطم قد ين المعرفض إلى الأطم يعني ماذا يريد أن الأطم؟ توجد الأطم وجود الأطم ترجمة هذه المطارات الدائرية الآن يتعلق الوديل الأطم ايضاً الوديل جديد يوجد الوديل في الوديل يوجد أزاميًا يتعلق الوديل على الوديل يوجد الوديل يعني هذا الموضيل يوجد هناك نوعات الوسط نوعات وماذا يضاير من النوعات؟ كان هناك نوعات الالكترا في هذا الموضيل الأول ولكن هنا في الالكترا لا تستطيع المصارات أو شكل دائري لا يضاير من النوعات بشكل سحاب بالنسبة للنوعات الوضع الدشارج مازال يعني هذه النوعات يوجد الدشارج مازال العدد للمتظار الدشارج مازال كان هناك نوعات الهاتمية وكان يرمزه في ز دائري أن نرى الالكتراهات التي يضاعها في هذا النوع بالنسبة للالكتراه الوضع الدشارج مازال الالكتراهات يرمزه في موضيع العدد من هذه الشارج نيغاتيف التي لديها الإلكترون تسميه الشارج إليمنتر وترمزوها ب-E ب-E يعني الإلكترون لديهم شارج نيغاتيف و-E يكون الإختصار الإلكترون إذا أريد أن نحسبه هذه الشارج بوزيتيف لديهم النوية هناك قاعدة ما تقول؟ Q يعني الإلكترون من النوية N ما تساوي؟ نحن نضيع إلكترون بلس بلس يوجد شارج بوزيتيف Z هو النمير أطومي ونضربها في E كيف تساوي؟ 1.C 10-17 C C يعني كولومب الكولومب هي وحدة دي القياس دي الشارج إليمنتر E مزيل هنا لدينا القاعدة دي الشارج بوزيتيف دي نويو بنفس الطريقة إذا قنا نحسبه الشارج نيغاتيف دي أطوام أطوام هنا قاعدة ماذا تقول؟ Q المنة الأطوام أطوام لماذا؟ لأن الأطوام شارج نيغاتيف أطوام تقريبا القاعدة قريباذًا تقاربن أم wavelength Key هناك قناب ي Launch Wie والجم ulan و م يمكن أن نكون ase ضد الاتوم. حيث الاتوم اصلا ما هي المكونات المكونات التي تكون تكون من النوايو و من الإزاليكترا. إذا لدينا الشارج النوايو للإزاليكترا نستطيع أن نجد الشارج الاتوم كاملا. بالنسبة للاتوم القاعدة نتشغل QA يعني الشارج الاتوم تساوي الشارج للنوايو QA و الشارج الإزاليكترا هذه هي القاعدة لكي نحسب الشارج الاتوم. نعود QA باتشي اللي عندنا نحن هي plus Z فى E ز ز ك ك ز ز خ ز ز ZE ريز ZE زائد مع الناقص كيف تقولي؟ كيف تقولي ناقص ZE كيف تقولي لدينا ZE ناقص ZE هذا ما ستساوي لنا ماتماتيك مو يعني في الرياضيات لنقسم النفس ستكون كتساوي 0 لنقسم 0 سوف نقسم كيف تقولي هذه هي شارج وقلنا الانتية شارج هي كولومب ماذا تلاحظون هنا؟ تلاحظون بأن شارج للاطم تقسم 0 الاطم لديها شارج positive شارج negative لنقسم الاطم 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 نوتر لنقسم 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 الاطم بالنقسم والنقسم ونقسم لنقسم الاطم لنقسم الاطم الاطم لنقسم 11 شارج ذا يعني Z تكون كتساوي بلس 11 وإذا حسبنا الإلكترون اللي دارين بالنوايو غادي نلقاو باللي كانين 11 الإلكترون وهذه الإلكترون هما اللي عندهم لشارج إليمنتر يعني القيناة Z والقيناة لشارج إليمنتر واللي كتساوي ناقص 11 دابع من اللي قيناة لنمبر أطومي وشارج إليمنتر نقدر نحسبو لشارج ديال النوايو لشارج ديال الإلكترون وإذا حسبنا هذا بجوج نقدر نتأكدو من لشارج ديال اللي قلنا ديما كتساوي 0 لشارج ديال بالنوايو الذي يعمل ديال النوايو إننا النوايو خماcue plus Z خواه إضافة إضافة الأمور phase 1 ، وضع إضافة وضع إضافة إضافة أ وضع إضافة 1.17 والنصر بوضع وضع إضافة كذلك الآن سهلة فإن تستطيع إرادة فإن أن أضافة الخارج الذي أخرج إليكم يمكن أن يكون الإنطاعة دياله هي الكولومب. سي. نحسبو ديالبال الشرج ديالليزيلكترون. كي ا كتساوي مواز ز مضربة في ا. دنك ز هي حضاش. بيانسور زائد. و بيانسور تنزيدو ناقص ديالليشرج نيغاتيب. تتولي ناقص حضاش مضربة في ا. وهادي حتى هي اللي حسبتوها. غدي تخرجيكم بالكولومب. مزيد. دابا نحسبو لشرج دياللاتوم كاملة. ونتأكدو باللي. واش حتى اللاتوم ديالالسوديوم الي الكتريكمو النوتر. لشرج دياللاتوم كاملة كي ا. لانك تساوي لشرج ديالل نويو زائد لشرج ديالليزيلكترون. مزيد. لشرج ديالل نويو يشحل. ناخدو غير هادي احنا. باقي محسبناش. هي بلوس 11 فو ا. زائد. ناقص 11 فو ا. هذا بلوس. نقدروا نحييدوها. حيث زائد 11 فو اي 11 فو ا. زائد مع ناقص كي اقول ناقص 11 فو ا. 11 فو ا ناقص 11 فو ا هي 0. 1 unité. كولومب. لانك تحكدنا بللي حتى اللاتوم ديالسوديوم حتى اللاتوم ديالسوديوم حتى اللاتوم ديالسوديوم بالطبع سوف تناقص تربح ch questionnaire واحد ولا كثير دين الالكترون. 18 فو اي ه否 يمكنك ويلو زائد الاكترون أيضا ف courage وليو زائد الاكترون. إذا تقوم بأثنين من الأطوم سواء هذه القديمة فعゝ من الأطوم سواء تكون الأطوم على سبيل الأطوم أعتقد أنه يدعمد أطوم ولكن أرأيت تسمى أنه يوم و لا تكون أطوم لأطوم من الربحات أو الخسارات الأطوم يمكن أن يكون أطوم يوجد أساسًا على المنزل المآة يمكن أن يكون أساساً يمعونه ياهر و يسمونه يمعون هذا الاطم يمعونه يجب أن يكون الأساس إلا هاد الاطم ربحات أين أو بلزير إلكتران فهي كتولي إيون نيغاتيف أما إلا هاد الاطم خسرات أين أو بلزير إلكتران فهي إيون ولكن بوزيتف هاد لزيون نيغاتف والبوزيتف تنعطيهم سميات إيون نيغاتف كتما أين أو إيون وزينا كتما فيها إذا نق nay أن يكون أين أو بلزير إيون نيغاتف ويكون يكون أين نيغاتف Un cation est un atome ou bien un groupe d'atomes Qui a perdu un ou plusieurs électrons Et qui est devenu un ion positif Donc qui fèche l'atome Que tu veux l'ion négatif L'iseminaire anion Ou qui fèche Que tu veux l'ion positif L'iseminaire cation Un dirou Deux exemples Un dirou Mais tu veux l'atome du chlore Le symbole de la OCl L'iseminaire cation Bon ! En l'atome du chlore La charge du l'ion De plus 17 La charge du l'électronique du l'ion De plus 17 La charge du l'électronique du l'ion De plus 17 La charge du l'atome Si tu veux l'atome total du l'atome La charge du l'atome La charge du l'atome C'est 0 C'est un domaine La charge du l'atome En plus La charge du l'atome Ce nul De plus De plus La charge du l'atome Le charge du l'atome Le charge du l'atome Le charge du l'atome Et c'est un électronique D'entrée إذا تزادها إليكترون أول شيء ما تبقى اسمتها أغطم تقولون أنيون لماذا قلنا أنيون؟ لأن تبقى إيون نيغاتيف تسميته أنيون وهو يقوم بإليكترون كيف معنى هي ربحة إليكترون إذا ربحت إليكترون ما تبقى ناقص 17 فلشاش تزاد إليكترون تقولون ناقص 18 إذا جمعنا ذلك للشارج التوطال ناقص 18 زائد 17 تعطينا ناقص 1 إذا لا تبقى إليكترون إليكترون إذا ننبقى إليكترون إليكترون ناقص 1 حتى السيمبول للاطن لا تبقى إليكترون كيف سوف أقول سائل سنجعلها لأنه الآن يوجد من لاطن للكلور ونرى هنا الشارج التوطال لأنه يكون ناقص 1 ناقص 1 نجعله ناقص 1 وفي الفيزيك هذه ما تبقى إليكترون لا تبقى إليكترون لأنه يضع إليكترون لا تبقى إليكترون مجموحها المثال لأنه يوجد الآن الشارج التوطال الآم المثال الخيار الآم سوف يكونه بين الامر ميوه ثم يكون 13-13 ذائر الاطم للالومينيوم هو إلكتريكي من نتر الآتوم للالومينيوم سوف ينقذ ثلاثة الالكتران سوف نقصها ثلاثة ونقصها ثلاثة إذا نقص ثلاثة الالكتران سوف يقوم هنا ناقص 13 أو ناقص 10 إذا حسبنا التوتال للشارج هذا الأطم إذا كانت 13 ناقص 10 ما هذا؟ هي زائد ثلاثة الثلاثة الثلاثة التي ناقصنا من 10 هي 3 ثلاثة ثلاثة الثلاثة الثلاثة قليلا لأنه كانت أصبح من الثلاثة لأنه elsius كثيرا الثلاثة فإذا كان هذا شباب لدينا هي أجاتيان من الأطم السمبول types سيكون للأطم السم 뭐 ل такой أجاتيان بالأطم السمبول بالسارة لدينا أجاتيان الإطام الخاصة لكن هناك صديقتي عجل في أعلى أنا أجاتيين هذا هو الخارج والأطمس نخوص هذا هو سيمبول لدينا سيد القراب من يوم لذا، أرى معي هنا هنا أخذت دي زيون خلطين دي زانيو إيديكاتيو ولكن لاحظتم هنا ستجدون بللي كينين دي زيون كتبتون بالخضر وكيني اللي زيون كتبتون بالحمر لذا، لماذا فرقش بيناتهم ودرجوش غروب باش غروب بالخضر وغروب بالحمر إلا لاحظتم معي مزيان هذه اللي زيون راهم فيهم أطوم واحدة هادو اللي بالخضر هنا عندي أطوم دي الهيدروجين واحدة هنا عندي أطوم دي الاليومينيوم وهنا عندي أطوم دي الكلور من اللي تكون عندنا دي زيون جيين من أطوم واحدة تسميهم دي زيون مونو أو أطوميك هادو اللي مكتوبين بالحمر سوصون دي زيون ولكن اللي فيهم دي زيون مختلفة هنا عندي هنا عندي هنا عندي ربعة دي الهيدروجين هنا عندي ثلاثة دي الهيدروجين ووحدة دي الوكسيجين هنا عندي أطوم دي السفر واربعة دي الاش دي الوكسيجين هنا قولة إيون من كوانمن بلزير أطوم دي زيون دي زيون بلزير 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 أطوم الهيدروجين كونتنا نعرفوا بللي لسنزيجين دي زيون بلزير بلزير دي زيون دي زيون بالنسبة الهيدروجين هادو نوع اللي اللي يسمى لزيون شنو مواد اللي هما اللي يقدرو يخرجو من الآطوم ويمشيو الوحدة أخرى تكشيالا يسمى ليبر لا يوجد لإلقاط أخرين الذين يتم تحولون تصبحاً المعامل المعامل يتركون على المعامل وكذلك لن نفهم المعامل بين الوجودين والإلقاط نحن نريد مرحب هناك هنا نحن هناك سيديد عندما هذا الوجود ينقل للمعامل سيكون لدينا مستقبل الإلكترون بحقات المتاليات المستقبلية كما أنه حقابة التحديث في البشاوش هذه المتالة الموصلة تحصل على الإلكترون من الأطم الملحة السيارة المختلفة أو عشوائية عندما تتحرك في المنزل الدميور الساعدة التنقير يجب أن ترميطين الجانب رائع يتحرك كل نظر الانضعات المهمة بتوفيقية إلى الغدين الصيدية إبطالنا نطلق الظاعدة عندما تتحرك doنا يتحرك ويجب أن يكونوا مختلفة في النزل نحن كنا نعرف بللي المنحة ديال الكربائي هو من البغن بوزيتيف بلوس البغن نيغاتيف موان. أهم ملاحظة غنشوفة السيركويت هو أن المنحة ديال السيركويت هو مغير وعكس المنحة ديال الكورو الإلكترق. السيركويت يمكنك البلاث من البغن نيغاتيف بلغ البغن بوزيتيف بلوس البغن وكي يتحرك للمنحة واحد من منحة منظمة، لا تبقى شوائي ملاحظة أخيرة والتي كنا نعرفها وهي أن الالكترسيتين لا يستطيع المواد العازلة يعني تشير الكربائي لا يستطيع المواد العازلة المواد العازلة لا يستطيع المواد العازلة والتي تستطيع المواد العازلة على تيار الكربائي والتي في الحقيقة هي السبب في وجود تيار الكربائي اشتركوا في القناة